شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية على مواقع وتحركات لمليشيا الحثي الانقلابية في جبهات محافظة الجوف وذكرت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت عدة مواقع وتجمعات وآليات حثية في مناطق متفرقة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة وضف المصدر أن الغارات تزامنت مع أخرى استهدفت مواقع وتحصينات وآليات للمليشيا الانقلابية بعدة مناطق بمدينة خب وشعف شمال المحافظة وإسفرت الغارات الجوية عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة حلاوة على تدمير آليات وأطقم قتالية حوثية ومصرع جميع من كانوا على متنها